يوم سوف نتعرف على طريقة كيفية المشكلة تغيرك لما تمر على تطبيقك الخاص ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة ثم بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط هنا على التطبيقات وبعدها سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا لتطبيقات تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا سوف تقوم بالبحث عن تطبيقك الخاص بانترس وبعدها سوف تقوم بالضغط عليه يأخذك إلى نافذة معلومات تطبيق تضغط على إقافي جباري تضغط على موافق تقوم بالنزول الأسفل تضغط على مكان التخزينات إلى نافذة مكان التخزين تضغط هنا على مسحل تخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط للزلاء